سلام عليكم شعب وشعركم بخير ومعاكم ما يتفاتح من النهاردة حلقة جديدة نتعلم فيها ازاي نستخدم برنامج من على الكمبيوتر وازاي نحن نعرض ملفات التلفون الموجودة على الذاكرة الداخلية او الذاكرة الخارجية اللي هي الازي كارد او الكارت المومري على الكمبيوتر وازاي نتصفحها بشكل سلط جدا وازاي نتبادل الملفات بين الكمبيوتر وبين التلفون او ممكن ننجل الملفات من تلفون لتلفون تاني. شاء ما طولتش عليكم نبدأ الحلقة بسم الله. اول حالة نفتح البرنامج وهسيب لك لنك التحميل الخاص بالنسخة اللي مستخدمها في حلقة النهاردة في الوصف تحت الفيديو او في اول كومنت. لما بيفتح معك البرنامج هيكون بالشكل ده باللغة الانجليزية كده. ممكن تروح من على المنو كده تختار اول اختيار. وبعد كده في هنا ممكن تختار اللغة العربية وبعد كده بتعمل اوكي. هنا بيقول لك ان البرنامج لازم تجفل وبعد كده تعيد فتح البرنامج عشان نتعرب معك. نكفل البرنامج وبعد كده نفتح البرنامج من جديد. يوم كده البرنامج اشتغل معنا وظهرت لنا الصفحة اللي احنا شايفينها دي. ولازم يكون عندنا كابل او وصل الداتا للتلفون. طيب هنوصل الوصلة بالتلفون كده. عشان تتأكد انها وصلت داتا بيكون فيه اشعار في كده. بتروح ضغط عليه. وبتظهر لك بيطر الاختيارات لشحن الجهاز او نجل ملفات. ما الى زلك. ده دليل على ان الوصلة دي وصل الداتا. واول ما وصلت التلفون بالجهاز فظهرت لك الاختيارات دي. وهنا بتختار ماركة الجهاز او ماركة التلفون اللي انت عايز تشغل عليه. فممكن لو ملجتاش هنا فبتروح على مور. فبيحاولك للصفحة دي. المرخص الصفحة دي. انت هتروح على التلفون كده. وبعد كده هتدخل على اعدادات التلفون. والله انا محتاجينه هنا انه احنا نفعل وضع خيارات مطور البرامج. طيب انا لما التلفون عندي اصدار سيفن الاندرويد. فجيب لي الاختيار ده. اما لو انت عندك اصدارات تاني اجل كده فبتروح كل اختيار وليه هتلاقي الطرق موجودة هنا معاك. ايه? فلو تلفونك هديش شوية واصداره اعلى من ستة فهتتبع الخطوات اللي ان هتتبعها دلوقت كده. تروح على حول الهاتف. بعد كده هتروح على رقم الاصدار من تحت خالص كده وكزا ضغط عليه. هنا زي ما انت شايف كده بيقول لي لها حاجة لذلك فانت تطور برامج فعلا. ده معناه ان وضع مطور برامج شغال. لو مش شغال معاك فهتدوز من اربعة لخمس ضغطات كده على رقم الاصدار وهتفعل معاك الوضع. لما بترجع كده بتلاجي حول الهاتف باجة من فوق حاجة تلاجي خيار جديد اسمه خيارات مطور البرامج. بتدخل على الخيار ده. بعد كده بتفعل الخيار وبعد كده بتعمله موافق. بعد ما تفعل الوضع بتنزل على حاجة اسمها تصحيح اخطاء بتفعلها. بعد كده موافق. قبل ما فعلنا الخيار ده بدأ الجهاز او البرنامج يتصل بالتلفون. هنا ازررت لك رسالة باجة هل تريد السماح بتصحيح اخطاء ايوزبي. هتستخدم التلفون دايما على الكمبيوتر فممكن تعمل السماح دايما من هذا الكمبيوتر ولكن انا هخليها حاليا موافق كده. عشان البرنامج ياخد صلاحيات الوصول للتلفون. بعد كده بيزهر لك الادوات دي وهنا جيب لك مساحة زاكرة التخزين الخاصة بالتلفون ومساحة البطاقة الزاكرة خارجية اللي هي او الكارت الممرهي. هزروا معاك المساحة هنا. دي شوية ادوات. ممكن مسلا تنجل الوصائة مسلا الجهاز. ممكن تعمل نسخة احتياطي للصور. تلفون لجهاز الكمبيوتر او تنسخ الداتا من التلفون لتلفون تالي. وعشان تعمل الخطو دي لازم يكون عندك وصلتين وتلفونين. قد كده مسلا بتروح على الموسيقى فانا بيقول لك يتم التحميل ده معناه ان البرنامج لسه بيستكشف كل ملفات الموسيقى الموجودة عندك على التلفون. سواء واحدة التخزين الداخلية او واحدة التخزين الخارجية وبجيب لك الملفات بالشكل ده. وتقدر ان انت تتعدل على الملفات زي ما انت شايف كده اول ما بحدد فبعمل تصدير ان انا بصدر ملف ده مسلا لكمبيوتر او بحذفه او بحدس الصفحة دي او ممكن انا احذف المقرر او ممكن اصنع نجمة من اللغنية دي. وهكذا. كذلك الامر مع الفيديوهات. استكشف لك كل الفيديوهات الموجودة على تلفونك وبارضها لك وتقدر ان انت تشاغلها بدون اي مشاكل. تمام في الصور برضو هنا فبيارض لك كل الصور الموجودة على التلفون. بيجيب لك الفلدرات الخاصة بالصور وبعد كده انت بتستكشفها بشكل عادي جدا. وبدون اي مشاكل. تمام نشوف المعلومات هنا. فالمعلومات هنا بجيه هتلاقي كل جهات الاتصال الموجود عندك. فممكن تحدد كل حاجة كده ممكن تعمل لها استراض او تضيف ملف من الكمبيوتر. ممكن تعمل تصدير لكل جهات الاتصال دي او ممكن تحزف او ممكن تعمل دمج او ممكن تعمل تحديث. ذلك الامر مع الرسائل بتروح الرسائل قصيرة وهنا بيفتح لك كل الرسائل الموجودة على تلفونك. وتقدر ان انت تتصفح الرسائل وبتتعرض معاك هنا بدون اي مشاكل البرد. روح للتطبيقات. هنا بيجيب لك معظم التطبيقات لو مسلا عايز ان انت تلغي تسبيت تطبيق وما الى ذلك في كل الخيارات دي موجودة هنا يا شباب. هنا برضو تقدر ان انت تفلط التطبيقات دي سواء التطبيقات المستخدم او التطبيقات النظام اللي هي الخاصة بالتلفون نفسه. في المستعرض هنا بيارد لك بجأة وحدات التخزين زي بطاقة الزاكرة. وهنا غالبا هو اه دامج الاتنين بين بطاقة الزاكرة او واحدة تخزين الداخلية للتلفون ويبطاقة اللي هو الكارت الموماري. كمان لو فيه تجيه فبيظهر معاك برضو. فده اه حاجة مفيدة لو انت عايز تتصفح الملفات وتقدر ان انت تعدل في الملفات بدون اي مشاكل. بجأة للادوات. ما في شوية ادوات برضو كده خاصة بادوات النجل وهنا في نسخ احتياطي لو عايز تعمل نسخ الاحتياطي لمحتويات الجهاز كله او ان انت عايز ترجع نسخة برضو للجهاز تاني. عندنا صانع النغمات وهنا صانع تحركة من الصور المقدود عندك. وهنا روت بنقرة واحدة ده في حالة انت عسم بالروت لجهازك الاندرويد. بكون في علمك ان موضوع الروت ده لو نجح فعلا على تلفونك فالتلفون بيطلع من الضمان. والحد هنا يا شباب اكون وصلت لهذه الحلقة ان شاء الله هارم. تسفادوا لو انت بديت معنا في القناة. ما تساعد الشارك في القناة. واتفعل الجرس عشان توصل مشاعرات جيدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.